توج نادي سيئون بطلاً لبطولة كاسي اليوبي للذهبي لإذاعة سيئون لكرة القدم عقب تغلبه بركلات الترجيح على نظيره نادي وحدة ترين في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بينهما على ملعب الاستاذ الأولمبي بسيئون البطولة التي نظمتها الإدارة العامة للإذاعة بإشراف فرع اتحاد كرة القدم في إطار فعاليات احتفالاتها باليوبي للذهبي بمرور خمسين عاماً على تأسيسها شارك فيها إثنى عشر نادياً رياضياً من وادي حضر موت وفي نهاية المباراة سلم وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري ووكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي ومدير عامي إذاعة سيئون هدار الهدار نادي سيئون كأس البطولة ووحدة ترين كأس الوصافة ترجمة نانسي قنقر